الحاجتين اللي قال علم الدكتور وليد وليد عباس أنا بشكوره شكرا جزيل إنه ده أكبر هو شايف كده وجهة نظره ده أكبر صفقة استثمار على مستوى العالم في الحتة دي في المجال العقاري يعني في الحتة دي أكبر صفقة استثمار ده 35 مليار دولار وعندك في خمس سنين حيتم 150 مليار دولار وهو قال حاجة مهمة قوي قال إن الاستثمار الأجنبي مستمر 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 يعني في ظل الكلام اللي بيتقال ده لازم سوق النقد الأجنبي في البلد يتزبط إن ما كانش بالرضاة هيبقى لقى مقاسبة عنه لازم فكرة الفوران اللي حصل في الثلاث شهور اللي فاتوا دول لا إيه ده بقى وأكيد أكيد الدولة بمؤسساتها ومؤسسات التمول الدولية ودولة رئيس وزراء قال إن احنا مع صندوق النقد والبنك ومع الاتحاد الأوروبي هي فيه مفاوضات مهمة جدا وفيه اتفاقات مهمة جدا وهو الأخوة من بينها هيبقى فيه أنا وجهة نظري إنه فيه سعر عادل عادل للدولار في مصر ده مهم عشان بس المسائل مش بقول لحضرتك إنك بالصفقة دي إن الفلوس نزلة من السماء بقى وبترفرف لا بالراحة بالراحة يعني احنا مش مؤفرين في الموضوع لكن احنا بنضى حضرتك نسمة هوا نقية من التشكيك نسمة هوا لتثبيت ولائك واحترامك وانتبائك لهذا البلد وفي نفس الوقت برضو إنه اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل وأحسن